أهلا بكم مشاهدين في حديث الصحفة فيه نعرض لكم أهم ما تداولتها الصحف الوطنية المغاربية والدولية والمستهل طبعا بصحف الجزائرية أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في تقرير نشر أمسنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لحلول جزائر جديدة يعتبر رئيسا جامعا للشمل وهو ما نقلته جريدة الجزائر الجديدة عن التقرير حيث جاء فيه أن الرئيس سابون الذي انتخب من قبل كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى جزائر جديدة هو رئيس جامع للشمل حيث نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد وبمناسبة عيد الفطر المبارك هناء الرئيس تابون الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر وهو ما ورد بذات الجريدة أين هناء رئيس الجمهورية عبد المجتمع مساء الأحد الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مشيدا بالسلوك التضامني والأجواء الروحانية السامية خلال شهر رمضان الكريم هذا وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجتمع بتهانيه إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاكي النظامية وكذا عمال قطاع الصحة وزير والاتصال يدعو الصحافة إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة وإحياء لليوم العالمي لصحافة دعا وزير والاتصال محمد بسليماني الصحافة العمومية والخاصة إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليميا ودوليا لا سيما في ظل الرهانات القائمة والتحديات الناجمة عن تجذب المصالح الدولية وهو ما كتبت عنه جاردة اللقاء اليومي حيث أشار الوزير إلى أن حرية الصحافة تعززت بكثير من المكاسب كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآن والوصول لمصادر المعلومة مؤكدا أنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصية الأفراد وبأمن وسيدة واستقرار الدول توجه أثلثاء عدد من المواطنين وناشطي المجتمع المدني من مدينة نفطة بولاية توزر تونسية إلى المعبر الحدودي حزوى مع الجانب الجزائري أين نفذوا وقفتنا رمزية أمام المعبر للمطالبة بفتح الحدود البرية بين تونس والجزائر المغلقة منذ أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا وهو ما أشارت له يومية الخبر تحت عنوان تونسيون يطالبون بفتح الحدود البرية مع الجزائر حيث قال أحد منظمي الوقف لوكالة الأنباء التونسية بأنهم توجهوا برسالة إلى السلطات في البلدين يطالبون فيها بضرورة فتح الحدود البرية في أقرب الآجال بعد تسجيل انفراج في الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا والآن إلى أهم ما ورد في الصحف المغاربية البداية إذن بالشأن الليبي طالب رئيسه الحكومة المكلفة من مجلسي نوافة حباشاغة القادة البريطانيين بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر مجموعة فاغنر الروسية من ليبيا معلنا رغبته في شراكة استراتيجية مع بريطانيا قائمة على الأعمال والأمن والاستخبارات المشتركة وهو ما ورد بشبكة بوابة الوسط أين أوضح باشاغة في مقال نشره في جريدة تايمز البريطانية أن حاجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي مثل ما هي حاجة أوكرانيا وقال في تصريح له تواجه بلادي اليوم واحدة من أصعاب المعارك حتى الآن بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها هذا وتوعد بإعادة فاغنر إلى وطنهم لكنه بحاجة إلى مساعدة بريطانيا إلى جريدة صباحة تونسية في اليوم العالمي لحرية الصحافة الجامعة العامة للإعلام تحذر من خطورة تهديد حرية الإعلام عنوان لمقال جاء فيه أن الجامعة العامة للإعلام نبهت في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة من خطورة تهديد حرية الإعلام في تونس بأي شكل من الأشكال مشددة على أن حرية التعبير مكسب وطني كرسته ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والذي جاء بفضل نظالات وتراكمات تاريخية لمجال للتفريط فيها أو التراجع إلى الوراء وفق نص البيان هذا ولاحظت الجامعة أن إحياء هذا اليوم في تونس يتزامن مع وضع استثنائي تمر به البلاد وتراجع حرية الإعلام في الحقوق المدية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي وتعنة الحكومة إلى أهم الآن ما صلت عليه الضوء الصحف العالمية الاتحاد الأوروبي يعد حضرا نفطيا على روسيا مع بعض الاستثناءات عنوان ورد بجريدتي الشرق الأوسط وجاء فيها التفاصيل أنه سيتم عرض مشروع حضر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا على دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكن الإجراء يثير بعض التحفظات حسب ما قال مسؤولون وديبلوماسيون أوروبيون لوكلة الصحافة الفرنسية أصرح مسؤول أوروبي أن المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا وهو ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية سنة 2022 مع استثناء للمجر وسلوفاكيا إلى عربي 21 والذي عنوان دعوات استطانية لاقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل حيث تعتزم جماعات الكيان الإسرائيلية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة غدا الخميس بالتزامن مع تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا ويحتفل كيان الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من أيار مايو بذكر تأسيسه عام 1948 وما يسمى لدى دولة الاحتلال بعيد الاستقلال ودعت جماعة نشطاء لأجل الهيكل اليمينية في منشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى الاحتفال بالاستقلال في جبل الهيكل في إشارة إلى المسجد الأقصى والآن المشاهدين إلى الكاريكاتير موسيقى 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 ختم فقرة حديث الصحفة لصابحات اليوم إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى